السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاكم يا حبيبي عاملين ايه? يا رب تكونوا بخير. النهاردة جاي لكم فيديو جديد بازن الله هيعجبكم جدا كله افكار وتدابير منزلية ان شاء الله هتفيدك. حطيلي اللايك كده واشترك في قناتي اللي وانتي لسه جديدة عندي عشان بازن الله يوصلك مني كل جديد. طبعا لو المحتوى بتاقي عجبك. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف اول فكرة معينا ايه هي. اول فكرة معينا اللي بخاخة دي انا باعتمدها كل شتا حتى كان عن عندي يعني في القناة القديمة. انا كان عندي قناة قديمة عبل كده وتقفلت. آآ كنت عاملة الفكرة دية السنة اللي فاتت فيها فكرة جميلة جدا جدا وانا لحد الوقتي باعتمدها كل سنة لازم اعملها في الشتا حلوة جدا جدا بتخلي ريحة الشقة بتاعتك والفرش بتاعك. حلوة جدا طلط الشتا كده كل اللي يدخل عندك يسألك الريحة الحلوة دي جاي منين? هجيبي كده دوني واجيبي البخاخة بتاعتك هتحط كده شوية من الدوني على غطى كامل آآ من المية. طب عن الدوني بتاع مناعمل آآ ملابس عشان في ناس ما تعرفش يعني ايه دوني. وكمان هنحط آآ شوية من الخل. يعني شوية صغيرين جدا من الخل. كتعقيم بس عشان طبعا كلنا عارفين ان الخل معقم آآ حلو جدا جدا حتى لو انت عايزة آآ تنعمي او تعقمي الفوض بتاعتك. بتحط كده عليهم بتنقعيهم في شوية خل يعني من يعني حوالي ساعة كده وبعد كده بتخسجيهم حلو جدا بنعم وبرت آآ آآ الفوض بتاعتك وكمان بيعقمها وبيخليها تتنفس كده زي ما بيقولوا بيخلي الفوض حلو جدا. آآ المهم خلينا بقى في الفكرة بتاعتنا هنحط طبعا شوية من الدوني على شوية من الخل على شوية من المية فيها بخاخة كده والرشون كويس جدا مع بعض وبتبقى حلوة جدا بقى في الشتاء عشان البطاطين بتحطي بقى بترش منها كده على الفرش بتاعك والبطاطين كأنك انت غسل البطاطين طول الشتاء من غير ما تخسيليها. طبعا بترش كده وبعدين بتفريدي البطانية في الشمس برا آآ في البلكونة لو انت مش عندك مسلا مكان تفريدي في البلكونة بتحطيها كده على السري بتفريديها كده ما تتنهيش بتدي ريها حلوة جدا للفرش بتاعتك وكمان للقوضة حلوة جدا الفكرة دي جربيها وان شاء الله هتعجبك تعالوا في الفكرة اللي بعد كده لو المقلمة طبعا دلوقتي احنا في الدراسة واوقات كتيرة جدا عيان بتيجي بالمقلمة بالشكل ده من المدرسة او من الدروس فمن غير تعب كده ولا مبهود من خالص هتجيب كده المعجون وهتحط شوية جدا صغيرين جدا من المعجون على منديل او على قماشة اللي معي ده منديل مبلل انت حابة المنديل ده وتحابة قماشة اللي موجودة عندك بس طبعا ما ينفعش منديل ملعادي علشان هتفرق يعني هتفرفت كده معاك ومش هتنفع وهتجيبي كده المقلمة بتاعتك وهتدعكيها بالطريقة دي طريقة سهلة جدا جدا وهتخلي كل الشخبطة بقى اللي موجودة على المقلمة ممكن على المقلمة على الشمطة على الشمطة بتاعتك بتاعت الخروف فاي بقى حاجة جلد آآ الطريقة دي حلوة جدا في ناس تقول لك لأ طب احنا مش لقيين المعجون عشان نخسل بي اسناننا عشان نستخدمه في التنظيفات بلاش يست الكل معجون خالص مع ان المعجون يعني رخيص مش غالي آآ النوع اللي معايا دو اترخيص جدا انا بعينه يعني كده في المطبخ باستخدمه للتنظيفات حلو جدا جدا بلاش منه خالص لو مش عندك ممكن ان انت تستبدليه بكحول شوية من الكحول او شوية كمان من الريحة اي حاجة موجودة عندك من التلاتة دول بتستخدميها زي ما انت شايفة بتديكي نتيجة حلوة جدا من غير ما تخسلي طبعا المقلمة ممكن يكون مش عندك غيرها آآ فبتضطر ان انت تعمليها في ساعتها كده عشان ابنك او بنتك يغضوها معاهم تاني يوم المدرسة فكرة حلوة جدا جربيها آآ اسفة جدا ان انا يعني متأخرة في الصوت آآ تعالوا بقى كده على الفكرة اللي بعد كده الفكرة دي حلوة قوي برضو هرش كده البارفين على المناكير حلوة جدا الفكرة دي وبتساعدت جدا في اوقات الازمات هنجيب كده المناكير بتاعنا وهنحط منه بالطريقة دي زي ما انتو شايفين كده طبعا هعمل الموضوع ده عملي قدام عينيكو كده علشان ما حدش يقول لي آآ لأ ده المناكير ما نشيفشي لأ ده في ناس كتيرة جدا يعني بتقعد تنتقدني في الفيديوهات بس كلكو على رأسي من فوق والله وبحبكو آآ بس انا بحبي يعني آآ اعمل الفكرة قدامكو كده علشان خاطر ما حدش يعني يقول لك لأ ده المناكير ما نشيفشي لأ ده آآ انت مسلا آآ قفلت الكاميرا وفتحتها تاني لأ اهو معيكو انا عدنيتني هو اهو بيها للمنديل وكمان آآ سبتو شوية كده وبعدين آآ آآ زي ما انتو شايفين نشف خالص معايا تعالوا بقى هقولكو على فكرة حلوة جدا لو انت ما عندكيش ممكن ان انت تستبدليه بالريحة طبعا كنت عاملة برضو فيديو قبل كده ممكن انت تستبدليه بمعجون الاسنان عجب ناس كتيرة جدا وناس كتيرة جدا شكرت في الوصفة دي والوصفة دي برضو حلوة قوي آآ ممكن تستبدلي معجون الاسنان تحطي حتة صغيرة او البرفان او الريحة حلوة جدا جدا بدل البديل للاسيتون لو انت ما عندكيش اسيتون حطيلي اللايك يا ست الكل وتعالي نكمل الفيديو بتاعنا مع بعض آآ الفكرة دي برضو حلوة جدا لو انت بقى عندك آآ الستريتش رول دوت آآ وشوية زيت صغيرين جدا هنجيب كده ازاست الزيت بتاعتنا هنحط منها شوية صغيرين جدا جدا على قدينا بالطريقة دي زي ما انت شايفة كده ما تقطريش عشان الزيت غالي والدنيا بايزة معنا ربنا يرزق الناس كلها يا رب وطبعا بتلف كده ايدك على الستريتش رول علشان بقى لو انت موجودة في المطبخ وعايزة كده آآ حتة عالسريع بدل بقى من دواخي نفسك وتدنك تدوري وتا و وتحاول ان انت تشليها وما بتطلعش معك بسهولة فالفكرة دي حلوة جدا عشان تجيب ااولها كده زي ما انت شايفة ظهرت آآ في سانية ممكن برضو تستبدالي الفكرة دي بمنديل او بقماشة هتلف فيها كده عليها هتبص تلاقي برضو طرف الزهر معيك في سانية. تمام جدا كده. الفكرة دي حلوة هتعجبك ان شاء الله. تعالوا بقى على الفكرة اللي بعد كده هنوفر بقى فلوسنا كده ونعرف بقى جوازاتنا ان احنا شاطرين كده ومدبرين وموفرين وما بنخضرش كده في الفلوس وبنرميها على الارض. هنحبت الشامعة كده على المية. فكرة حلوة جدا جدا. يعني مش عاوز اقول لكم الفكرة دي حلوة قد ايه. جربيها وان شاء الله هتعجبك. هجيبي كده الشامعة بتاعتك وهتنزلي شوية صغيرين جدا في الكوباية. بالطريقة دي. تمام جدا كده. وبعدين بقى هنطفي الشامعة بتاعتنا. مش محتاجينها دلوقتي طبعا هنولعها تاني بس احنا دلوقتي بنطفيها. علشان خاطر نكمل الفكرة بتاعتنا. وهنلزقها في الشوية اللي احنا حطناهم في الكوباية من تحت بالطريقة دي. حاول ان انت تلزقها كويس عشان ما تفكش معك بعد كده. اهو تمام جدا كده يا سيت الكل وهنجيب بقى كده شوية مية من عندنا. مية عطية خالص من الحنفية. وهنملى الكوباية بتاعتنا لحد قبل يعني قبل الشامعة كده بحبة بسيطة. اهو تمام جدا كده لو انت عندك بقى ربع شامعة بس ولا نص شامعة بس هتقضيك باليومين وبالتلاتة كمان. وهنجيب شوية صغيرين جدا من الزيت. اي زيت عندك موجود. زيتة للاكل العادي خالص اللي احنا بنستخدمه. شوية صغيرين كده جدا منه. وبعدين بقى يا سيت الكل هتولع الشامعة. مش عاوز اقول لك بقى الشامعة بتقعد فترة كبيرة جدا جدا معاكي شغالة من غير ما هتفصل. لو سبتيها يومين وتلاتة هدى انها شغالة طول ما الزيت موجود كده. هي بقى عمرها ما هتفصل معاكي. وهتعيش معاكي فترة كبيرة جدا. وطبعا هتوفري فلوس الشامع. شوية الزيت الصغيرين جدا اللي احنا حطناهم فوق دول. الفكرة دي حلوة جدا وانا باعتمدها من زمان. بتمنى انها تعجبكم. وبكده الفيديو بتاعي. يكون خلص بتمنى تكوني استفدتي ان شاء الله لو فكرة واحدة بس. بحبكم في الله ومع السلامة.